موسيقى 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 تحقيقها تحديث في تتحصل القضائي بهذه السنة سنة 2019 مؤ Gao بفق المورونة ثم الإزافة أصلك مؤشر موسيقى مؤشر موسيقى على المقاعد في تحليق العدالة باعتبارها هي منشودة لدى الجميع وهي مهتغة للكل إذ لا يمكن أن يتحدث عن محاكم بدون عدالة ذلك أن العدالة بمعناها الإنسانية، بمعناها الاجتماعية، بمعناها الأخلاقية، بمعناها القيمة التي تشكل أحد الرئيانات التي نراهن عليها جميعاً كأسرة الدفاع وكأسرة القضاء وطبقة الحال السجام البوزيدي، نائب أول ونائب الواكل العام في استقنافية خريدة كما نهرته في هذا اليوم، تشهد الفتي تحرصي للسنة القضائية سنة 2019 وهذا عمل أصبحت متعرف عليه في جميع محاكم الملكة بحضور هضواني من السلطة القضائية وسيد مودي الشؤون الجنائية سيد؟ سي إشام بلعو ملاطي 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 سيد الوكيل العام مقصمة إلى ثلاثة محاولة المحور الأول خصصه لحصيلة السنة الجانبية سيد اسم سيد الوكيل العام السعاد السلام عجو عجو الوكيل العام لدى محكمة استئناف خريبا رجو المشهور له بالاقتطاع وبالحنكة وبالتجريبة وبالنزعة وعدو الأعم ورغبته الجامحة في تحقيق العادلة وإنصاف المظلومين سيدا على ما سنته السياسة الجنائية للمنكة ككل كما قلنا المحور الأول خصصه لحصيلة السنة القضائية المنقذية سنة 2018 ولاحظتم بأن الإحصائيات هي تبشر بخير بالنسبة للمحور الثاني خصصه للنجاعة القضائية وهذا عم محور أنه ماذا حققت هذه المحكمة للمرتفقين للمتقادين لمن يهيشون إلى المحكمة طلبا في حق أو طلبا في معلومة أو طلبا لواتقة معينة يختص المحكمة بتسليمها هذه النجاعة تبين بأنها تحققت في نسبة كبرى هذه السنة ولكن دائما نأمله المزيد وهذا كان موضوع المحور الثاني وهو ما نأمله نحن كجهاز قضائي من سنة 2019 وما ينتظره المواطن المتقادي المرتفق من محكمة الاستئناث بجميع المحكمة ابتدائية التابعة لها خلال سنة 2019 وفي هذا الإطار لاحظتم بأن هناك دائما مسايرة لتوجهة العامل السياسة الجنائية وللتطبيق سليم لدوريات رئاسة نيابة العامة والتي تصب كلها في خدمة المواطن أولا ومرتفق ولمن يطلب خدمة العدالة وفي هذا الإطار أول شيء وأول هم وهو التقليل من عدد المعتقال والحتياطي بحيث أن جميع الدوريات وكذا أن عدي ميابة العامة ذأبت على أن يكون الاعتقال الاحتياطي دائما لا يوجد إليه إلا استدناعه ويكون الأصل في الإنسان هو الحرية سيرا على القواني الوطنية حتى على ما تنص عليه المواطن الدورية في هذا المن إضافة إلى تسهيل ولوج مواطن للمحكمة وخاصة إيجاب والواسط الذي يكون ممثلا من طرف نيابة العامة وكذا واسط ممثل لرئاسة المحكمة بالإضافة إلى شبك الاستقبال الذي يمكن المتقاضي أو المرتفق من جميع المعلومات ومن جميع الأهدف التي جاء أول جاء لأجلها لهذه المحكمة وبالتالي تسهيل عملية الولوج سي جمال باختصار ككلمة أخيرة كلمة أخيرة أظن بأن هذه النيابة العامة لا تزهر عن سير باقي النيابة العامة في إطار رسم السياسة الجنائية التي تعتمدها لما لا تكون في سبيل وما لا زال يدعو وما صاحب جلال نصر الله الذي دعا إلى أن يكون القضاء هو القطاع والقاطرة التي تجر التنمية البشرية فاتنسوا اشتبرونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصدكم جديد